قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار مرحبا بكم مشاهدين هذه أهم عنوين أخبار اليوم مدرب المنتخب المغربية يكشف كل التفاصيل وراء مواقع مع عميد منتخب الكونغو الديمقراطية بعد نهاية المباراة والآن إلى التفاصيل لكن قبل ذلك لا تنسوا مشاهدين الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار دائما كما لا تنسوا مشاركتنا بأسماء بلدانكم ومدنكم في تعليق أسفل هذا الفيديو لنتعرف على أكثر البلدان متابعة لقناتنا في تطور مثير للأحداث بعد نهاية مباراة المغرب والكونغو كشف الناخب الوطني المغربي والد رجراجي عن تفاصيل ما جر بينه وبين عميد منتخب الكونغو الديمقراطية شانسين بيمبا بعد انتهاء المباراة التي جمعت المنتخبين يوم الحد على أرضية ملعب لورانبوكو في مدينة سان بيدرو الإفوارية ضمن منافسات البطولة القارية وفي تصريحاته لصحيفة ليكيبا الفرنسية روى وليد رجراجي تفاصيل الحادثة حيث أفاد بأن اللاعب شانسين بيمبا هاجمه ومساعده على خط تماس قبل نهاية المباراة واتحدث إليهما بشكل سيء وأكد أن المدرب ديسابر كان على درايتنا بهذا الأمر وبالرغم من ذلك قرر رجراجي مصافحة شانسين وسألها لماذا تتحدث معي بهذه الطريقة وأضف الرجراجي أن اللاعب الكونغولي رفض المصافحة وأظهر انزعاجها مما دفعه لمسك يدها وهذا ما ظهر في الصور ثم تصعبت الأمور وبدأ الجدل بينهما بصراخة واستخدام كلمات عنصرية ومن جهته نفى الناخب الوطني المغربية ادعاءات عمد منتخب الكونغو الديمقراطية وقال لا يوجد مشكلتنا في سماع تلك الادعاءات على الرغم من أنني لم أقل ذلك أبدا وإذا كان يتحدث عن الدين في خطابها فليكن صادقا مع نفسه قليلا وفيما يتعلق بالتصريحات التي أدل بها اللاعب الكونغولي بعد المباراة أعرب مدرب المنتخب المغربي عن عدم ارتياحه لهذه التصريحات مشيرا إلى أنها تلمح إلى أمور كثيرة وأشار إلى أنه إذا كان لدى الكونغولي صور أخرى تظهر الوقعة بشكل مختلف عما نشاهد على شاشات تلفزيون فليقم بنشرها بكل سرور وسيتم التأكد مما حدث وأكد أنه لم يتلفظ بأي كلمة عنصريات في حق اللاعب وفي نهاية المطاف عبر الرغرغي خلال الندوة الصحفية بعد انتهاء المباراة عبر عن أسفه الشديد للأحداث التي تلت تلك المباراة مؤكدا أن ما حدث لا يليق بالمنتخبين وتجدر الإشارة إلى أن حركة غير أخلاقية قام بها اللاعب الكونغولي تجاه المدرب المغربي أدت إلى وقوع اشتباكات ومشاجرات بين لاعبي المنتخبين عاقب أعلان نهاية المباراة بالتعادل بهدف لمثله وفي خدم توترات بعد نهاية المباراة بين المنتخب المغربي ومنتخب الكونغو قام عميد المنتخب المغربي رومان سايس بدور رجل الحكيم والقائد الحازم حيث نشر سايس رسالة مؤثرة عبر حسابه في انستغرام داعيا إلى تجاوز واقعة الشجار بين اللاعبين وعدم تصعيدها إلى مستوى يمكن أن ينشر الفتنة بين الفارقة سايس أكد أهمية فهم طبيعة ريادة كرة القدم حيث يكون التوتر والأدرينالين أمرا محتملا خلال المباريات وأن الأخطاء يمكن أن تحدث بسبب الضغط والرغبة في الفوس وفي هذا الصياق شدد على أن ما يحدث داخل الملعب يجب أن يبقى هناك داعيا للجميع إلى عدم تجاوز الحدود الريادية وعدم زرع بذور الكراهية ومن ثم أكد سايس على وحدة اللاعبين كأفارقة وأهمية تمثيل القارة الإفريقية في هذه البطولة بفخر ودع الجميع إلى عدم التفرق بسبب قضايا تافها وتذكير الجميع أن كرة القدم ليست سوى لعبة وأنه يجب أن يظل متحدين لتقديم أفضل ما لديهم في هذه البطولة مع التأكيد على قيمة الأخوة التي تجمعهم وتوحد قارتهم الإفريقية وباختصار قدم رومان سايس مثالا للتسامح والوحدة في عالم كرة القدم الإفريقية وأكد على أهمية الفهم والتعاون بين الأمم الإفريقية في هذا السياق الرياضي هذا وانتقد بشدة عميد المنتخب رومان سايس انتقد توقيت إجراء المباراة التي جمعت منتخب بلاده يوم أمس بالمنتخب الكونغولي على الساعة الثانية زوالا وفي عز الحر وقال سايس في تصريحاتنا للصحفة عاقب نهاية المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين قال لا أفهم كيف تقام المباريات في هذا الجو شديد الحرارة يجب أن نفكر في صحة اللاعبين وبكل صراحة هذا الجو خطير في بعض الأحيان أتفهم أن هناك حقوق بث وغير ذلك ولكن يجب أن نهتم باللاعبين فالأمر ليس سهل لأي لاعب يلعب في هذه الأجواء وبكل صراحة قد يكون هذا خطيرا جدا في بعض الأحيان وفي السياق ذاته وفي طار مشاركته في دور المجموعات لكأس إفريقيا للأمم عبر وليد راكراكي المدير الفني للمنتخب المغربي عن تقديره لأداء فريقه في مباراته أمام الكونغو الديمقراطية وبين راكراكي خلال ندوة صحفية عقب المباراة أن فريقه كان يمكن أن يحقق نتيجة أفضل من التعادل وأشار راكراكي إلى أن هناك عدة عوامل أثرت على أداء الفريق بما في ذلك الحرارة المرتفعة وتوقيت المبارات ولكنه أكد أنه لن يستخدم ذلك كذريعة لأداء الفريق بل كانت مجرد إشارة إلى صعوبة الظروف التي وجهها اللاعبون وأوضح المدرب المغربي أنه بعد تسجيل هدف المنتخب المغربي الأول لم يتمكن الفريق من السيطرة على مجريات المباراة بالشكل المطلوب مما أدى إلى بعض التسرع في اللاعب وعدم تنفيذ الخطة الرياضية كما هو مخاطط لها وأشهد راكراكي بأن الفريق لم يخسر في هذه المباراة وحقق التعادل الذي يضمن له التأهل إلى المرحلة التالية وتحدث راكراكي عن مسؤوليته عن النتيجة الحالية وعرض عن أملها في تحسين أداء الفريق قبل المباراة القادمة في البطولة كما قدم التهنئة لفريق الكونغو الديمقراطية على النقطة التي حصلوا عليها مشيرا إلى صعوبة المنافسة في البطولة الأفريقية وفي ختام تصريحاته أكد الراكراكي أن الفريق كان لديه القدرة على تحقيق نتيجة أفضل وأن التعادل ليس نتيجة سيئة بالنسبة لها وشدد على أهمية الانتباه والتركيز طوال مدة المباراة في البطولة الأفريقية معربا عن تطلعه لتصدر مجموعته قبل الانتقال إلى مرحلة الإقصاء المباشر والتي ستكون تحديا كبيرا للفريق ويشار إلى أن المباراة المقبلة للمنتخب المغربي ستجرى يوم الأربعاء المقبل أمام منتخب زامبيا والذي يملك نقطتين في رسيدها بعد تعادل أمام الكونغو الديمقراطية في المباراة الأولى وتعادل ثاني أمام منتخب تنزانيا في المباراة الثانية أصلك مشاهدنا الكريم إلى هذه النقطة من الفيديو يشير إلى اهتمامك بالأخبار التي نقدم على هذه القناة لذلك لا تتردد في وضع تعليق أسفل هذا الفيديو تشير فيه الأهم الأخبار التي تريد متابعتها تشير في وضع تعليق أسفل هذا الفيديو